صباح الخير عفلسطين عاجمل شي بدنيتنا عضحكم زينا العينين صباح السر محبتنا صباح الخير عفلسطين على اللي مجمعين لحظة عتغريدة أمل وحليل تذكرنا بها الأصحاب في فلسطين هذا الصباح صباح الخير مشاهدينا وصباح الخير لكل نضموا لتابعونا اليوم في حلقة جديدة من برنامج للسنة بالصباح صباح الخير إليك فرح سعد صباحك يارا صباح الخير لكل من رح ينضملنا في الجولة الصباحية في هذا اليوم الأربعاء التسع عشر من أيلول جولة صباحية جديدة بفقرات منقوعة أكيد خلنا نتوقف نشوف أبرز فقراتنا لليوم عن التطوير العادل للإنتاج الزراعي أيضا اليوم التسويق للعنب في نابلس زاوية خاصة للإناث نتحدث فيها عن مخاطر ارتداء الكعب العالي وأول دليل سياح تجاري إلكتروني في فلسطين أيضا وقفة خاصة من قلقية والزميل الأنال الجدعي حدثنا فيها عن الأزهار طبعا مشاهدين هذا بالإضافة لفقرة تانية راح تكون ضمن للستوديو راح نحكي عن مبادرة يوميك الشبابية راح نتعرف عليها أكتر هاي مبادرة هي بتعطي مساحة للشباب وأي شخص عنده مشروع صغير بأنه بتوفر له مكان توفر له أدوات مستلزمات خاصة ممكن أنه يستفيد منها لإنجاح هذا المشروع الصغير أكيد طبعا ونفذتنا المباشرة الدائمة خلال الفترة الماضية كانت من الخان الأحمر مع زميلة كريستين ريناوي أكيد راح تكون حاضرة معنا لتحدثنا عن تطورات الأوضاع هناك صحيح ورح يكون فيه لنا وقف مع لبنان وأيضا في وقف راح يكون فيه لنا تقرير من الولاجة طبعا كل هاي الفقرات راح تكون معنا ضمن ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10 ولكن هلأ خلنا نتوقف لفقراتنا الثابتة أكيد نبدأها معك بالأحوال الجوية لهذا اليوم تليها وقفة خاصة مع أبرزة ما صلت تضوء عليها الصخافة المحلية يا رجمة الصبح فوق الشام علاتي يا رجمة الصبح فوق الشام علاتي ترجمة نانسي قنقر صبع الخير من جديد مشاهدين اليوم الأربعاء التاسع عشر من أيلول يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج ودعونا الآن ننتقل مشاهدين لدرجات الحرارة في مختلف محافظات الوطن نبدأها من العاصمة القدس سجلت اليوم 29 درجة مئوية رمالة 28 درجة مئوية نابلس 31 طباس وجنين 33 درجة مئوية طول كرم وقلقيلية 31 درجة مئوية أما السلفيت ف29 درجة مئوية وريحة سجلت اليوم 39 درجة مئوية أما بيتلحم فسجلت 29 درجة مئوية والخليل 28 درجة مئوية ننتقل إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة 29 درجة مئوية دير البلح 30 درجة مئوية خنيونس 29 وأخيرا رفح 30 درجة مئوية ومشاهدنا من درجات الحرارة في مختلف محافظات الوطن إلى درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر مشاهدنا من الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم ننتقل إلى فرح شكرا جزيلا لإلك يارا والآن وقفتنا مع أبرز ما جاء في الصحف المحلية الثلاث بطبيعة الحال نتحدث عن الحياة الجديدة الأيام والقدس نستهلها بصحيفة الحياة الجديدة جميع الصحف كان عنوانها الرئيس عن الشهداء في أضفاء الغربية في قطاع غزة وأيضا في العاصمة عنوان الحياة الجديدة تحدث عن ستة شهداء في غزة والضفة أحدهم أعدمه الاحتلال داخل منزله في بيت ريمة طبعا يوم أمس استشهد أربعة مواطنين في قطاع غزة خامس كان في القدس المحتلة في حي المصررة تحديدا وهو الشهيد محمد إعليان 26 عاما من مخيم قلندية قوات الاحتلال زعمت أنه كان يحاول تنفيذ عملية طعن ولكن بالحقيقة شهود العيان أكدوا أنه أحدث شجار ما بينه وبينهم صوت فات دافع جنود الاحتلال لإطلاق النار عليه وهو كان يحاول الفرار وأيضا منع التواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد أما الشهيد الآخر فجر أمس وهو محمد زغلول الرماوي كان قد اعتدت عفوا عليه قوات الاحتلال في منزله في غرفته تحديدا بالضرب المبرح نتابع وإياكم في جولتنا في الصحافة المحلية ومن الحياة الجديدة أيضا نقرأ وفتح حركة فتح يطلع الوزير المصري وزير الخارجي المصري سامح شكري على آخر التطورات السياسية الفلسطينية الوفد ضم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأيضا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أيضا روحي فتح نتابع وإياكم من الحياة الجديدة والاتحاد الأوروبي يعين سوزانا تيرستل مبعوثة جديدة للسلام في الشرق الأوسط وكان قد أوضح في بيانه أنه من مهام مبعوثة السلام في الشرق الأوسط إيجاد حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين أيضا من الحياة الجديدة نقرأ مجلس الوزراء يرحب من عقاد الحوار السياسي الرسمي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي جاء هذا خلال إطلاع دولة رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد ضلع على ملف اللقاء الذي حدث بينه وبين المملكة الهشمية الأردنية في جلسة المجلس الأسبوعية التي عقدت يوم أمس نتابع أيضا من الحياة الجديدة ولقاء محافظة رامالله والبيرة ليلى غنام مع ممثل كندا لدى فلسطين دوغلس سكوت الذي أكد أنه لا نية لكندا لنقل سفارتها لمدينة القدس وأن قيام أي دولة بهذه الخطوة هو إحباط لأي عملية استقرار من جانبها غنام رحبت بهذا القرار وقالت إنه يصدر وينبع من إنسان حر وشريف يؤمن بأن الأمن والسلام في المنطقة لا يأتي من خلال إلغاء الأخر نتابع وإياكم جولتنا في الصحافة المحلية ومن الحياة الجديدة إلى صحيفة الأيام نقرأ منها تواصل الاعتصام في الخاني الأحمر لليوم الرابع عشر وكان قد أوضح عبدالله أبو رحمة وهو من كادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المتواجد في قرية الخان الأحمر أن عدد المتضامنين يزداد يوما بعد يوم في الخان أيضا بالأمس كان هناك عقد قران لألأسير المحرر محمود البلبول وعروسه لنا في الخان الأحمر كنوع من التضامن والإسند نتابع من صحيفة الأيام ونقرأ الاحتلال والمستوطنون يصاعدون في الأقصى بتقوسا استفزازية وضرب واعتقال لحراس ومصلين الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالأمس على حراس المسجد الأقصى موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية أيضا المصلين وأفاد فراسة دبس مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف في القدس باعتقال خمس مواطنين بينهم حارسان في المسجد الأقصى وإصابة أربعة من موظفي دائرة الأوقاف تم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج من الأيام أيضا وحسب تصريح السفير الفلسطيني في عمان عطلة خيري أنه تم بدء إعادة إعمار مخيم اليرموك الموجود في سوريا على نفقة السلطة الفلسطينية وقد بدأت هذه العملية يوم أمس بتوجيهات من السيد الرئيس نتابع من صحيفة الأيام ونتوقف مع خبر آخر الاحتلال يصادق على تحويل بؤرة استيطانية في الأغوار الشمالية إلى مستوطنة رسمية ومن الأيام نتابع في جولتنا إلى صحيفة القدس نبدأ مع خبر آخر ما تسمى بمحكمة العليا الإسرائيلية ترفض محاكمة قتلة الشهيد باسم أبو رحمة من بلعين الشهيد باسم كان قد استشهد عام 2009 ويبلغ من العمر 39 عاما جراء استهدافه من قوات الاحتلال بقنابل مسيلة للدموع من القدس وعنوان آخر وتصريح لكريمبول الذي قال مكلفون بالعمل من أجل اللاجئين ولن نتخلى عنهم حيث قال مفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونر وبيير كريمبول إن الوكالة قررت ألا توقف المساعدة وألا تجلس أيضا مكتوفة الأيدي عقب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه فلسطين نتابع وإياكم في جولتنا وتصريح من صندوق النقد الدولي الذي قال إن التشريعات الإسرائيلية تقود الوضع المالي للحكومة الفلسطينية وحذر صندوق النقد من انهيار الوضع المالي للحكومة الفلسطينية نتيجة هذه التشريعات الأخيرة والخبر الأخير الذي نتوقف معه من صحيفة القدس هو ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلسة مجلس الأمن الأسبوع المقبل التي تتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة بحكم أن واشنطن تحظى برئاسة المجلس لشهر أيلول من العام الجاري بهذا الخبر أختموا إياكم جولتنا في الصحافة المحلية وعودة ليارا لح تنكمل في جولتنا الصباحية كل شكر لإلك فرح وأكيد امتبعين معكم مشاهدينا رح نتوقف لفاصل قصير وبنرجع لنكمل فقراتنا في فلسطين هذا الصباح خليكم معناه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 فأي حدا بحبيب يشتغل شغله بشكل خاص بيشتغل وبرضه في غرفة اجتماعات إذا بدك تشتغل معي التيم تبعيك بتدخل جوا جوا بتتناقش وبتحكم بدون ما تزيع الجو النازل لبرا وبررا النقاشات اللي بتصير بتكون خفيفة بس إنه واضح إنه الهدف الأساسي من المكان هو الشغل فأنا ببساطة مجرد مثلا بكون عم بحكي مع حدا وهلأ خلاص بدي أشتغل حت سماعاتي أو بروح على الزاوية هناك شوي بقعد ما حدا بيجي بحكي معي وهيكي بقدر أكمل شغلي حلو يعني إنه المكان هو مش بس مساحة مفتوحة لأ فيه أكتر من غرفة عشان يكون فيه تنوع أكتر طيب داود حكينا عن الإقبال يعني من أول ما فتحته لأهلأ كيف تطورته أكتر شو زاد ش اللي مميز عم بيصير فيه أكتر هلأ للمكان يعني بصراحة الإقبال اللي من بداية السنة كان إقبال غير متوقع لأنه لسه الفكرة جديدة ما كناش متوقعين أنه فيه كتير ناس راح تستوع بالموضوع وتشوف أنه مكان هذا مناسب إليها وهذا إشي يعني شجعنا عشان نظل مستمرين ونظل يعني بنفس النفس اللي بلشنا فيه وكمان بشجعنا أكتر أنه كل شهر بيجينا ناس جديدة وجوه جديدة بيعجبهم المكان وبيكونوا يعني مستمرين لزيارتنا هيك هو مشغل عام طب لما خلينا نحكي بدي أضل في نقطة المجموعات اللي موجودة كمان جزئية تكوين العلاقات كمان ديش الواحد بتعرف عن ناس جديدة ممكن أنهم يفيدوه في مشروعه أو في دراسته اللي عم بيكون فيها في هالمساحة وإذا كان فيه أنشطة معينة أنتو بتحبو أنكم تعملوها في هذا المكان يتطور هذا المكان لحتى فعلا يشمل كل إشي ممكن أنه يساعد كل شخص على أنه يبدأ بأول حياته المهنية صحيح فيه شغلة كتير حلوة لحظتها في يوميك إنها ربطة الناس اللي موجودين أصلاً بسوق العمل مع الطلاب فيه طلاب بتيجي تدرس بالمكان وبالنفس الوقت فيه ناس عم تشتغل خصوصاً في عالم الستارتابس حالياً والريادة فيه كتير ناس عم تشتغلوا على ويب سايت ديفلوبمنت عم تشتغلوا ديزاينز عم تشتغلوا على شغلهم على شغلهم الخاص فلما طلاب بيجوا بيشوف هدون الناس عم تشتغلوا ببالشو يسأل فصار في كتير علاقات ببين الطلاب وما بين الناس اللي أرد بسوق العمل وبلشوا الطلاب يتوجهوا إنهم يحضروا الترينيجز والإفنت لإلها علاقة في مجال معين بشركات حالياً عم تطلبوا زي مثلاً ويب سايت ديفلوبمنت الديزاين والبرودكت مانجمت هاي المفاهيم الجديدة في عالم الريادة بلشوا الطلاب بدل بس بيجي يدرس فيوميك لا يحطوا على الكالندر اوكي أنا بدي أجي أحضر الإفنت اللي عن هيك عشان أطور حالياً عم تلهو الطلاب يعني أنت هيك عن إحنا عن جهتين فإيش كتير كان لطيف إنه يعني قدرنا نعمل هذا الكونيكشن بين الطلاب وما بين سوق العمل طب لما ما نتقلنا نحكي قديش كسبتي مثلاً خبرة قديش كسبتي علاقات قديش ممكن كان الجو تعاوني مع الناس كمان من خلال هاي العلاقات اللي عم بتكونيها وكيف أثر على شغلك هل المشروع ضل زي ما هو هل كبرتي أكتر هل تطور المشروع حكي لنا أكتر أكيد تطور المشروع لأنه أول ما أجيت كنت شوي منطوير بعدين بلشت أتعرف على الباقي هلأ حالياً الممبرز الشهريين فيهم يكسروا زي العيلة يعني حتى إحنا يعني خلاص حلنا إخوات موجودين بالمكان عم نشتغل مع بعض أنا بشتغل في مجال المواقع الإلكترونية فكتير كان فيه ديفلوبرز وناس بيعملوا يعني ديزاين للواجهة تعت الموقع فأنا كتير كنت ملاحظ بهتم كتير بشغلهم فقد أظنني أسأل وأشوف إيش اللي عم بيعملوا فيه وصار في أكتر إفنت في هذا المجال فروحت حضرت الإفنت وحسيت أنه كتير ضاف علي في مجال الشغل تغير حتى صرت أفهم أنه فيه عالم جديد في عالم الويب سايتس اسمه البرودكت مانجمنت كيف أنك تفهم بالضبط لزبون إيش بدهم من الموقع وتقدر يتصمم بناء عليها فهي أكبر استفادة إلي كانت في هذا المجال هلأ فيه ناس إلهم اهتمامات تانية فيه ناس فيه ناس بدرسوا طب بالمكان بلتموا ع شماعة البيولوجي بصيروا يحكوا فيه أشياء مختلفة فكل حدا وحسب اهتمامه أكيد فيه إشي تتطور فيه جميل داود أنت يعني بلشت تساعد الشباب من أولى درجات السلم إذا بدنا نسميها بإيجاد هالمكان لإلهم بس من خلال تعاملك مع هالطاقة الشبيبية الموجودة في هالمكان بكل أفكارهم سواء كانت للدراسة أو للعمل شو بتحس إنه شباب كمان بحاجة لأشياء معينة لدعم معين من جوانب معينة يمكن أنت مش قادر تقوم فيها ولكن في بعض الجهات اللي ممكن تقوم فيها هالشباب اللي عم بيبدوا بمشاريعهم الريادية بالستارتابس اللي معروفة حاليا والمنتشة بشكل كتير كبير في مجتمعنا الفلسطيني خصوصا في الفترة الأخيرة حكينا شوي إيش بلزم الشباب كمان بالإضافة لهالمساحة بإنك توفر لهم مكان مريح وآمن للعمل تمام حس هو بشكل عام يعني الشباب عندنا كتير بيكونوا متشجعين وبتحمسين على الأشياء اللي بفكروا فيها وبدهم يعملوها بس بنقصهم أكتر إشي الوعي وطريقة الإشي اللي بدهم يعملوها مثلا بيكون عندهم أفكار ريادية أو مشاريع أو مثلا مشاريع تخرج بس ما عندهم مش فكرة كيف ممكن يشتغلوا على هاي الأشياء فإحنا بنحاول نساعدهم بطبع خبرتنا الشخصية والأعضاء الموجودين بس بظل فيه فجوة أنه بنفس الوقت إحنا ما بنقدر نغطي كل إشي لأنه فيه أشياء خلال نحكي من دور الجامعة تغطيها للشباب أكتر توعيهم بسوق العمل والأشياء الريادية عشان يستفيدوا منها وكمان أنه شباب خصوصا لما يخلصوا الجامعة بدخلوا في متاهة ما بيعرفوش إيش يعملوا فبتحسي أنه ما بعد الجامعة الموضوع بيكون بحث عن وظائف ما فيش أفك آخر يعني بتحسي أنه فيه فجوة ما بين التعليم الجامعي وما بين سوق العمل طيب تقود معناتو خلنا نعرف فيك الناس وين موقع يوميك كيف ممكن يتواصلوا معكم لا يستفيدوا من هالمكان اللي بتوفروا تمام احنا موجودين في وسط البلد بعد دوار الساعة على شارع المستشفى في برج اسمه ويفز دور الطاب السادس طبعا البرج بيجي بعد سينما الكصبة وقدروا يتواصل معكم على الفيسبوك موجودين على الفيسبوك على انستغرام على سناب شات على كل وسائل وعننا ويب سايت برضو واي وقت احنا موجودين من الصبح للمساء حلو حبين توسعوا الفكرة اكتر تنتقلوا لمحافظات تانية غير مالنا اكيد يعني فيه كتير ناس مثلا بيحكونا افتحوا بنابلس علشان يعني بيحتاجوا مكان زي هيك بس لسه الامكانية تسمحش انه نتوسع لسه ما كملناش سنة فان شاء الله لقدام بيكون فيه امكانية ان شاء الله اكيد كل التوفيق للكم احنا دايما سعيدين انه نسمع بهيك مبادرات عن جد بتفيد المجتمع ككل وكمان كل التوفيق للك بمشروعي كل الشباب اللي بشاركوكم بدينا نشكركم على وجودكم معنا داود غنام مؤسس مبادرة يوميك الشبابية شكرا ولمع عمر احدى المستفيدين من هالمبادرة اهلا وسهلا فيكم طبعا فرح احنا مكمليين مع مشاهدينا رح نطلع هلأ لوقف صغيرة من لبنان مع زملتنا سارة هباش اللي محضرت لنا فقرة عن الموروث الثقافي في بلدة عواشراء في لبنان خلنا نتابع اكثر من اربعمائة عام هو عمر هذه الوديعة التركية التي تركتها السلطنة العثمانية في قلب لبنان تشهد على حضارة قديمة ما زالت راسخة في تاريخ المنطقة العربية قضاء عكار شمال لبنان تقبع بلدة الكواشراء التي يحافظ سكانها على لغتهم وموروثهم التركيه الى اليوم نحن بعضنا محافظين على اللغة سابق والتالي كيف محافظين بعضكم على اللغة انا بقول لك كيف لان الكواشراء صارت ترك مياه كلهم سوا منضل نتدول لغة تركية بين بعضنا على اسام الشينا ننساها يظهر طابع البلدة التركي في نمط حياة سكانها وصناعاتهم اليدوية كالحصر والسلال كما يتجلى في لباثهم التقليدي هذه السيدة تختصر حكاية نساء القرية والعادة التي دأبوا عليها إذ تخبئ أثوابها التراثية في صندوق تسترجع معه ذكرياتها أما تقاليد البلدة وعاداتها فلم تتغير برغم تأثيرها بالقرى اللبنانية المجاورة يرويها لنا الحاج علي كما عاهدها وقت الأفراح والمناسبات يشكل سكان البلدة خير نموذجاً على تعلق الإنسان بوطنه وبجذوره فالجغرافيا ولو تغيرت يبقى التاريخ شاهداً على ما لا يمكن لأحد تغيره على ملتقى حضارتين تقاع هذه البلدة أمانة تركية بانتماء لبناني يتخطى عمرها لأربعمائة عام تشكل جسر عبور بين الثقافتين يترجم الحنين إلى الوطن الأم ويجمع ما فصلت بينه الحدود من بلدة الكواشري شمال لبنان سارة الهباش تلفزيون فلسطين شكراً لزميلة سارة الهباش من لبنان وإحنا متابعة في جولتنا الصباحية أكيد ورح ننتقل لغزة وتنضملنا زملتنا بيداء معمر الحديث عن التطوير العادل للإنتاج الزراعي صباح الخير بيداء سعد صباحك بيداء صباح النور وصباحكم دايماً ورد فرح ويارى ويسعد صباح كل السادة المشاهدين يعني تعزيزاً للتعاون في مجال البحوث التطبيقية والتدريب المهلي والتنموي الزراعي وقعت اتفاقي التعاون بين جامعة الأزهر والإغاثة الزراعية بما يخدم أشجار الزيتون بوضع بادة تخدم هذه الأشجار وتعطي نتائج إيجابية بذلك أكثر عن هذا الموضوع معي ضيفي الكريم دعوني أرحب به الأستاذ كبال الشيخ عيد محاضر في كلية الزراعة في جامعة الأزهر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك كل التحية في البداية أستاذ خلينا نعرف أكثر عن هاي المادة اللي من خلالها جرى التعاون بينكم وبين الإغاثة الزراعية ووضعها في بحث التطبيقي كبال هي بداية من أجل أن نوضح المشكلة التي يعاني منها أشجار الزيتون بداية اللي نتعرف أن عدد أشجار الزيتون في قطاع غزة ما يقارب عنها 38 ألف دنم 28 ألف دنم منها مثمر وما يقارب 10 إلى 11 ألف غير مثمر في هذا العام متوقع أن تنتج 18 ألف طن منها تقريبا 13 ألف طن سوف تتجه إلى المعاصر الآن من نتائج هذه المعاصر تخرج مادة الزبار مادة الزبار هي الأساس التي أدت إلى هذه الاتفاقية مادة الزبار هي مادة عبارة عن سائل أسود يخرج بعد عصر الزيتون هذه المادة تعتبر ملوث كارتي للبيئة لذلك اتجهت الإغاثة الزراعية باتفاقية شراكة مع جامعة الأصهر لإقامة بحوث رسمية فعلية لإيجاد حل لهذه الكارثة البيئية حيث أن هذه المادة تحتوي على مواد سامة هذه الزبار أهم هذه المواد هي الفينول الفينول هذا يعتبر كارثة BOD والCOD فعليا هذه المادة لو تركت على الأرض تجعل الأرض كأنها صحراء بور تقتل جميع النباتات بل أخطر من ذلك بعض المزارعين يلقيها في القنوات هنا أو هناك هذه لو دخلت على المياه العادمة للمعالجة تؤثر سلبي كذلك تأثيرها كمان على النوع نفسه على الزيتون على الشجرة هاي هي فعليا لو مادة الزبار أضيفها تحت الجرزاتون ثم فتقضي على الجرزاتون وهذا ما نلاحظه في الضفة الغربية بشكل كبير جدا معاصر الضفة الغربية قرأت أكثر من تقرير يعانون أن هذه المادة تلقى بالفعل في مناطق أجار زيتون بعد عام عام ونصف نبدأ جفاف هذه الأشجار لذلك كانت هذه الاتفاقية الشراكة بين جامعة الأزهر والإغاثة الزراعية بتمويل من أكسفان من وجود هذه المشكلة لجأتهم بالحاجة إلى تطوير أو القضاعة الهدية المادة أو بتحويلها إلى مادة إيجابية لما يخضب أشجار الزيتون كما أشارت لو أبدنا بالتفصيل أكثر ببساطة لو أن هذه المادة تم تطبيقها على عدد كبير من المساحات الزراعية كيف سنحصل على منتج أفضل أو إنتاج زراعي أفضل من ذلك؟ فعليا البحث سيكون كالتالي البحث سوف يتم تحويل هذه مادة الزبار سوف نقوم بالتعامل معها في مختبرات جامعة الأزهر لتحديد هذه المواد السامة ومعاملتها جميعا للحصول على ثلاثة أمور الأمر الأول أن نحصل على سماد صلب سماد سائل وكذلك كمبيد للأعشاب فهنا أصبحنا حولنا المادة من ضرر البيئة إلى تنفع للبيئة وهذا بالفعل يعني الآن بصدد أن نقوم به مع الإغاثة الزراعية تمام يعني ما جرى بالأمس بتحويل هذه البادة من ضرر إلى نافعة طب بما يختم ذلك لكل من هو مختص في مجال الزراعة سواء المهندس الزراعي سواء الفلاح أيضا في أرضه وأيضا الطلبة في جامعة الأزهر كيف ستختم هذه الاتفاقية أو التعاون الذي جرى بينكم وبين الإغاثة الزراعية ببحث تطبيقية في المرحلة القادمة وأيضا كفائدة للكل بداية جامعة الأزهر تعني فعليا بخرجيها بطلبتها فعليا جامعة الأزهر على شاركة مع كثير من المؤسسات الدولية والمحلية نحن نقوم بتدريب الطلاب على الأبحاث الفعليات هذه الأبحاث نقوم بتدريب الطلاب عليها مباشرة كمثال على بدأ الزبار سوف يقوم بمساعدتي طلاب خريجين من كلية يعملون ضمن مشروع لكسنبرغ خمس مهندسين زراعيين سوف يتم تدريبهم على أخذ العينات والقياسات بالكامل هم من أبناء وطلاب جامعة الأزهر حتى في المعامل سوف يتكون متواجدون معي بخطوة لتدريب خريجينا على كيفية التعامل مع المواد السامة وكيفية ندج الأفق لديهم كل شيء ضار ممكن أن نخرج من هنا إن وجدت هذه الثقافة لدى المهندس بإمكانه أن ينجح أيضا حتى أن الطالب مثل ما انتقشت في كل مرحلة كيف بتم إرشاد الطالب في كل مرحلة خاصة لو كان في بعض تطبيقي وحابين أن يكونوا متواجدين معكم في أرض زراعية وشرح لذلك كيف بتم؟ عندنا في كلية الزراعة في عندنا محطة البحوث مساحتة 150 دنوم هذه المحطة تحتوي على صوبة زراعية وأشجار هذه طلاب من مستوى سواء كان انتاج نباتي أو انتاج حيوان تصنيع غدائي انتاج نباتي موجود الصوبة الزراعية والأشجار نقوم بتدريب الطلاب ميدنيا كل ثلاث طلاب أو طالبين بسلمهم صوبة زراعية من اي تزد تدريب على التربة على الزراعة على التسميد على كل الأمور في المقابل انتاج الحيواني عندنا في مزارة أبقار وفي مزارة أغنام وتدريب عليهم قسم التصنيع الغدائي في مصنع لتصنيع الألبان والأجبان الطلاب والطالبات يمارسون step by step خطوة خطوة النظري يطبق ميداني ضمن كلية الزراعة جميل انه يتم تطبيق كل من النظر تطبيقا حتى تكون المعلومة كمان وصلت لهم طب لو انه كان يعني تعرف الظروف المحيطة لانه كتير صعبة وحتى انه ممكن تأثر في المجال الزراعي في كل العوائق والصعوبات اللي بتمر خلال في حياتنا كيف ممكن تأثر علينا في مجال تطويرنا للزراعة وممكن يكون في بدائل لهاي المعيقات الآن من أجل إيجاد البدائل لأي معيق بتعلق بالزراعة الآن نحن بقدر الإمكان نخرج الطالب من الكلية جاهز لسوق العمل إذا كان الطالب أخرج إلى سوق العمل جاهز بإمكانه أيضا لازمنا حتى متواصلين مع الطلاب الذي يتخرج يتواصل مع الكلية بل الآن في مشروع بصدد إن شاء الله ينفذ في داخل كونت الزراعة وهي تدريب وفرص عمل لخريجينا بحيث أن تكون هناك وحدات زراعية داخل مزرعة الكلية الخريج يعمل فيها وله أجر مع التدريب تمام إن شاء الله بتم على خير بما يخدم المجال الزراعي نرجع على مثل ما أشرنا فيه السابق للمادة اللي هي مادة الزبار من تحويلها لضارة للنافعة كيف ممكن أنه إحنا بنفس الوقت أنه نخدم هاي المادة مثل ما أشرنا المحصول لعدد كبير من المساحات الزراعي أو للمزارع يعني كيف إحنا حتكون إبشاداتنا للمزارع في استغنام لهذه المادة كيف الكمية اللي تكون كيف حكون بالضبط بداية يجب تغيير ثقافة أصحاب المعاصر أن يعلم أن هذه المادة تعتبر ملوث بيئي سواء للإنسان أو للنباتات أو كل كائنات البيئة بالكامل حتى لو وضعت في الماء يعني نعطي مثال واحد متر مكعب من مادة الزبار تفسد أكثر من 360 ألف متر مكعب من المياه الصالحة واحد متر مكعب من مادة الزبار تفسد أكثر من ألفين متر مكعب لمياه الرعي طب يعني أسان معلش على المقاطعة هل أنه الكل بيعلم مدى خطورة هاي المادة سوف يكون في وعي لدى المزارع أو المعاصر المزارع يعي أن هذه مشكلة ولكن يريد أن يجد الحلول ما أكثر ما قيل هنا وهناك أنه سوف نجد حلول وسوف نعمل وسوف نعمل ولكن هنا لذلك اتجهنا وطرقنا الباب آن الأوان لإيجاد الحل فلسطين بحاجة لحل جميع المعيقات التي أمامها في مراكز أبحاث وهذا بفضل الله أنه تمت الاتفاقية بين الجامعة الأظهر وهي مركز ومعقل الأبحاث مع الإغاثة الزراعية الآن أتى الآن الأوان لإيجاد الحلول فعليا تطبيقيا طبع كيف رح تكون هاي الحلول لو بدنا إياها بالتدريج بالتدريج الآن هذا بعد المعاملة لهذه المدى وتحويلها إلى أسبل ومبيدات سوف يتم تطبيق هذا على أربع محاصيل زراعية الأول من ضمن المحاصيل رح يكون الخس البطاطس الملفوف الكوسة هذه سوف يتم عليها تطبيق هذا طبعا أنت بتحكي أنه في المرحلة القادمة يعني لسا ما تم التطبيق في 1 أكتوبر يعني خلال السبعين تقريبا سوف يبدأ البحث إن شاء الله تطبيق ميداني وراح يكون طلاب كلية الزراعة والخارجين احضارهم كل فترات للتدريب ماذا يحدث استب خطوة خطوة وكيف نأخذ القياسات وماذا نفعل والتحاليل داخل كلية الزراعة جامعة الأصح تمام في المرحلة هاي الأولى أنه تطبيق على بعض المزرعات مثل ما أشفت أنه الخص ما بعدها كيف ضمان صلاحية المحصول هل إحنا نضمن فيه توقعات لديكم أنه من خلال هاي الأشداد من خلال هاي المراحل التطبيقية حنحصل على مثلا مثل ما إحنا متوقعين شو رح يكون إن شاء الله نأمل من الله أن تعطينا تاج إيجابية بداية حتى بعد ما الحصول على المحصول المحصول سوف يؤخذ إلى المعامل لتحليل محتوى لأنه بالفعل صحة الإنسان مهمة أهم شيء أنه تحصل على محصول سيفتي آمن للإنسان والهدف منه نحفظ البيئة والإنسان جزء أساسي في هذه البيئة حتى بعد الحصول على المحصول سوف نأخذ عينات تحلل بالكامل داخل المختبرات ثم تعرض النتائج في ورشة عامل كامل ما هي نتائج المتحصلة على كل أصحاب القرار ومن معني بهذا الأمر سوف نعرض النتائج للجميع بإذن الله طبعا يعني لو كانت النتائج نوعا ما مش بالشكل المرضي كيف ممكن في هذا الوقت أنه إحنا نقدر أنه إحنا نحسن ونسيطر على كل معيخ حتى لو كان بسيط الآن البحث العلمي سواء كانت النتائج إيجابية أو غير إيجابية تعتبر نتيجة صحيح أنت تعطي من خلفه أنه إحنا حصلنا بالآخر على نتيجة حوصل للذي بعدي أو ممكن إحنا نكمل نفس الترتيب أنه وصلنا نتيجة كذا لا تعطي مرضية فيه محصول كذا وكذا حنحاول نفل لماذا ما الذي حدث مع التحليل والاستشارات مع زملائنا نعرف ما الذي حدث ونحاول أن نكرر بحاول أن نتفادى أي أخطاء أو أي أمور قد حدثت معنا تمام هذا البداية اللي حتكون في المرحلة القادمة في من 1 أكتوبر يعني 1 عشرة بعد هيك كانت إن شاء الله النتائج إيجابية هيتم تكريرها على مساحات يعني كبيرة صحيح هلأ بالتكرير إنه كيف إنه ممكن يكون الأهمية على أرض الواقع بما يخدم المحصول الزراعي في المحافظات الجنوبية أهم شيء إحنا عنا عدة أمور نتحصل عليها أول شيء حفظنا على البيئة هذه المادة التي ذات الراحة السيئة تدمر البيئة تخلصنا منها ثاني شيء أصحاب المزارع كان يعانون من هذه المادة الآن لن تتواجد هذه المادة ثالث شيء أن إذا استطعنا أن نتحصل منها على مبيد وعلى أسمدة وفرنا على المزارع صحيح دل أن نشتري أسمدة إحنا بإمكان المادة هذه الضارة ننطيها نحولها لنافعة فاستفاد المزارع وخفف من الأموال التي يدفعها مقابل تسبيت أو مقابل طبع في نقطة يعني كتير مهمة إنه المزارع بحب إنه يطور من المحاصيل الزراعية نعم وفي نفس الوقت ما بده يكلف حاله أنه يكون فيه تكاليف كتير عليه لأنه ببساطة بكل إشي حاب يكون تكاليف قل كيف رح يكون هيك التعامل بهاي المادة اللي بيحصل معنا المزارع عادة أنا أساس المزارع قبل أكون كمهندس الزراعين المزارع عادة لا يثق إلا بما يرى بعينيه صحيح لأن لم تعطي نتيجة لن يقبل ذلك فهنا نتعامل مع المزارع هناك مزارعين نسمهم رواد المزارعين هذا بيكون فيه منطقة فبتلقى معظم المزارعين يثقون فيه إحنا بنقوم بتجربة بعد تمثيذها عننا ونجاحها بنطبق عنده هذه التجربة ولن يخسر شيء فتنجح التجربة فيأتي المزارعين فبندر الأمر فيقبلون بالأمر مباشرة المزارع يثق بما يرى لأنه لا يوجد تعويض ولا شيء فلذلك المزارع أفقر وأكثر شيء متدهور في هذا البلد فنحن مع المزارع ليس ضد المزارع في هذا طب هلأ يعني بجانب تاني ممكن متصل في هذا الموضوع في أشجار الزيتون وإحنا هلأ في موسم هذه الشجرة المباركة كيف رح تكون هذه المادة مع التعليمات والإبشدات كمان اللي أنت أشرت لإلها إحنا بدنا هلأ يعني في أشجار الزيتون من خلال القطفة وما بعد تلغم كيف رح يكون التعامل مع هذه المادة وخاصتك كمان للمزارع في الألية اللي رح تكون في المرحلة القارن هذه المادة تظهر عنها فقط في موسم عصر الزيتون تمام يعني مش في الفترة لا هي نتيجة عصر الزيتون يخرج الزيت والجفت وتخرج المادة الماء وهي مادة الزبار هي هذه الفترة هذه الفترة هذه هي التي يجب أن يتم التركيز كن واحد بحضر يعني بحضر مع هذه المادة لأنه عالميا هذه المادة تعتبر مشكلة حتى عنا بيخزنوها في طربة الأولى أن تكون لو بدك تخزنها تخزنها بتكون برضو بتأثرها آه إلى وسط المهجة فيها ضمار كل الكائنات تتأثر بهذه المادة نسبة البنون عالية جدا في هذه فهذه تعتبر كارثة عنا بيئيا حتى الأولى أن تكون عبارة عن حجار إسمنتية أصلا تعظف تحفظ فيها لحين تعامل معها فإحنا إذا قمنا ويجب أن يكون هناك دور لوزارة الزراعة معنا في هذا العام كيف رح يكون الدور المتعاون بهذا العام؟ التعاون يجب أن يكون الجميع متكاتف وزارة الزراعة يجب أن يكون دور الجامعة الأزهر بمركز أبحاثها فعليا الإغاثة والعمل الزراعي وأيضا الجمعيات الزراعية التي تتعلق بمحصول الزيتون فعليا نحن إن شاء الله بإذن الله بعد فترة بسيطة رح نجمع جميع الأطراف هذه الأطراف ونوضح لهم كل الخطوات لأنه إذا اجتمعوا تكاتفوا معا بإذن الله سوف نخرج بنتيجة إيجابية لنحافظ على هذا البلد إن شاء الله هذا ما نتمنى لكن يعني أستاذي هل إنه في الأعوام السابقة كانت هاي المشكلة قائمة ولا من جديد إنه تم اكتشاف هاي الباند عالميا هذه المشكلة مش عنا طبع ليش هلأ صار إنه السعي لإلها وتطوير صار إلها بسبب شح المياه الآن العالم بعاني مع تغير المناخ الأمطار خفت تكات تكون جفاف عنها إحنا والمادة هذه تدخل إلى المياه قد تصل المياه الجوفية تعمل على تلويثة لو وصلت إلى المياه أكرم كل المجر التي سوف تكرير صعب إلى المعاملة فيها صعب لو وصلت إلى المياه البحار ستؤثر على الأسماك وعى الطحالب على كل الكائنات فالآن مع قلة المياه بدأت تظهر مشاكل هذه ففعليا نحن بحاجة لإيجاد حلول فعلية ليس مجردا إن شاء الله يتم وجود هذه الحلول وتطبيقها على أرض الواقع كما للشيخ عيد محاضرة في كلية الزراعة في جمعة الأزر شكرا جزيلا لك نتمنى تحصين هذه البحاصيل الزراعية بما يخدم الانتاجية الكبرى في المحافظات الجنوبية نحن وصلنا لختم هذه الفقرة بالعودة لأستديوهاتنا في رابالله واستكمال مشوار فلسطين هذا الصباح معيارة وفرحية صباحكم جديد أحلى صباح لإلك بيداء لضيفك ولطاقم عملنا في قطاع غزة شكرا جزيلا لإلكم وإحنا نتابع في هالجولة الصباحية وفقرات منوعة ولكن بعد هالوقف القصير صباح الخير من الجديد مشاهدينا لكل نظام اللي يتابعونا في هالفقرة وأيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك أكيد نرحب فيكم طبعا فرحة إحنا هلأ رح ننتقل للحديث عن فقرة هي طبية نوعا ما رح نحكي عن مخاطر إتداء الكعب العالي قديش ممكن نكون إلو أثر بأوجاع ويسبب لنا ألام مش بس ممكن بس الأقدام ممكن كمان للظاهر كمان صح هو برتبط بالأناقة أناقة السيدة بشكل عام إلا إنه فعلا إلو بعض مخاطر أكيد إلو مخاطر بس بدنا نطمنكم قبل ما نبدأ بالفقرة إنه الدكتور طمننا إنه في مجال نحافظ على جمالنا وعلى الموضة والأزياء نلبس الكعب ولكن بنفس الوقت نحافظ على صحتنا تفاصيل أكتر رح نتعرف عليها ما ضيفنا هنا في الستوديو دكتور أحمد أبو نادا استشاري جراحة العظام المفاصل والغدروف في ساعة صباحك أهلا يسعد صباحكم صباح مشاهدين تلفزيون فلسطين في كل مكان يسعد صباحك دكتور شو رأيك بالكعب العالي ومخاطره طبعا نحن نوضع من الجانب العلمي اللي هو إله علاقة بالعلم زي ما ما نعرف العلم خلق كتير إبداعات والإنسان خلق كتير إبداعات باستعماله للعلم طبعا الجمال والأراقة والعلم ما في نقيض بينه بل بوجده قاسم مشترك علاقة موضحة يعني إحنا عنا بالطب القدم القدم شي مهم للإنسان للحركة والمفصل الركبي مهم الجهازي الهيكل العظمي مهم والعصاب مهمة النفسية مهمة كل هالقضايا تلعب دور كتير في طبيعة الإنسان كيف يقدم نفسه حقول كلمات بسيطة جدا حول الكعب العالي مضاره وفواده ولكن ما ننسى أنه عقلنا والعلم حاول يدلل كتير من هالمشاكل ويوضحها في حدودها وطبعا التعليم تبعنا وطقفتنا الطوت تبع الإنسان خلاه يعرف كيف يلبس هذا الشيء حتى يكون أقل ضرر أقل ضرر وكم ساعة ممكن يستعمل هذا الحذاء أو قديش بيستعملوا وكيف يتعاطى معه حتى يتوقع المخاطر مفصل القدم نرجع بالأساس العلمي مفصل القدم مفصل مهم لنا زي ما قلنا للحركة بتنقل فيه والإنسان إن كان الإنسان الأول اللي كان يمشي بدون ناحذاء واليوم أصبح يمشي بكعب عالي أو برياضة أو أي آلات سباحة كذلك يستعمل قدمه كزعون فيه كحركة في البحر كل هالأمور مهمة جدا كانت العلم تفصل القدم وطبيعة العضلات والعربطة للحركتها طيب دكتور خلينا عشان نبدأ بتفاصيل أكثر ندخل في التفاصيل نتحدث من وين بيبدأ الضرر هل بيبدأ من ربما شكل الحذاء اللي إحنا نرتديه هل بيبدأ من طول الكعب هل بيبدأ من ساعات اللي إحنا نرتديها خلال اليوم أو الفترة على طول الزمن أنا ما بقول إنه عدم المعرفة ضرر عدم المعرفة ضرر لما نعرف القدم إنه هو عبارة عن مفاصل وعربطة وعضلات نعرف من وين بيجي الضرر الأساس أنا كطبيب متخصص في هالمجال بيحدد تشريحيا العظام والعربطة والمفاصل وبشوف شو أثرها اللبس حذاء واطي أو اللبس حذاء متوسط أو كعب عالي ارتكاز القدم على نقاط معينة إذا إحنا قللنا نقاط الارتكاز في الجسم بيسويش تباتل الإنسان بتمه قلق متوتر خايفية وطبعا هذا بيحصل كتير مني بيلبس كعب عالي وهو مش حذر فبصير عنده لازم يكون وري طبعا أنا البرحة بيسأل سيدة زميلة إلنا بتشتغل فبسألها شو رأيك بالكعب العالي آلت بيعطيني ثقة بيعطيني ثقة أنا عجبت بالعبارة لأنه فعلا إنه الإنسان بيستعمل الشي يا إما يزيده قوة أو يزيده جمال طبعا الكعب العالي زي ما قالت بيزيد ثقة وبيزيد جمال للمرأة وطبعا إحنا بدنا نروح للجانب الضرر في الموضوع حتى الإنسان يحدد كيف يستعمل الكعب العالي ويلبس الكعب العالي في أمتى وفي أي وقت وكم ساعة بنقول إنه بيأثر على الدورة الدموية بيأثر على العضلات بيأثر على الأربطة طبعا المفصل بيخليش استابلتي تبات للقدم وبينتقل الألم إلى أسفل الظهر بيسوي ذريز في الرجلين كل هالقضايا هاي أكيد سلبيات بسكتب دي توقف معك لضرر أنت داكاتو اللي هو بخصوص الدورة الدموية يعني أنا بصراحة خلال قراءتي للموضوع شفت إنه الكعب العالي ممكن إنه هو ينشط من الدورة الدموية لا الدورة الدموية لا ما بنشط دورة الدموية لأنه أي قلة حركة بتقلل الدورة الدموية إحنا حطينا القدم في وضع مش فري ربطناه وثبتناه صار فيه قصر في العضلات وعدم حركة عدم حركة بس إذا بنحط القدم دائما بنقول لأي إنسان بيجي بدي أشلح من رجلي مشان أيش أتحرر مشان أرتاح مشان أحرك الحركة هي دورة دموية إذا قلت الحركة بتقلل الدورة الدموية ومن هون بيجي مخاطر قلة الدورة الدموية ولكن الأهم من هيك الدوالي لأنه العضلات إذا تحركت بحرية بتعمل بامب ضخ ما بصيرش دوالي وبريس للسيدات طبعا رغم هيك إنه بصير في بعض السيدات حتى اللي بيلبسوا الكعب وطبعا إلها أسباب تانية دكتور في ظاهرة من شوفها في معظم الأحيان وخاصة عند النساء اللي هي العظمة اللي ممكن تظهر في القدم هل هي سببها المباشر هو الكعب العالي أم هو مجرد مؤدي لا مش الكعب العالي سببها حقيقة هو بيسوي ديفور ديفورمتي يعني ديفور يعني بيسوي في التشوه في طبيعة القدم لأنه السيدة بدأ تلبس كعب ضيغ من الأمام مش عريض وهذا يتناسب مع العناقة والجمال تبعها فبصير أنه أصبع القدم يميل للداخل الجهة الخارجية وداخل تبرز عظمة الأصبع الكبير وطبعا هياها مش بس السيدات اللي بيلبسوا الكعب العالي بصير مع الناس كبار السن غالبا طيب دكتور ممكن توصف لنا شكل الكعب المناسب واللي ممكن يكون مريح لأي سيدة؟ ما فيه شكل واحد حقيقة أنه البشر مش فورم واحدة هم مشتركين في تيرز ربنا تيرو خلق وفي أحسن تقويم ولكن الإنسان ظروفه بيته بنته والجناد تبعه بتخليف فورم كلنا كل إنسان يختلف الفورم تبعه عن التاني فيه إنسان بدين فيه إنسان ناصة فيه إنسان رفيع فيه إنسان رجلية مستقيمين فيه إنسان قوسي يمقوسي للداخل القدم بيكون فلات فوت فلات فوت درجات لفلات فوت هي اللي هي أكتر مؤثرة على القدم فلات إن كان درجة أولى بيسميها مائل أو مودرت أو سيفير المتوسطة والقوية فإذا كانت خفيفة يستحسن إنه سيدة أو الإنسان يأعلى الكعب هذا بيقفف من الضغط على العظم والعربطة وبرتاح الإنسان طبعا من هون الإرشادات تختلف نصيحة إنسان لإنسان طبعا الإنسان طبيب نفسه السيدة اللي بتلبس حذاء بيق بتعرف أنه هذا دير السيدة اللي بتلبس حذاء عالي كعب عالي فترة طويلة بتروح تشعر بآلام في عضلاتها أو كان في أسفل الظهر أو كان تعضيل في أفخدها أو في الساقين طيب دكتور خلينا نتحدث عن الضرر نرجع للضرر قليلا الضرر من وين هل يبدأ في القدم وبعدين بيصعد إلى أعلى الجسم نتحدث هون عن الركبة عن الظهر وهل في حالات وصل لخطر محدق بجسم الإنسان يعني لا علاج له أو علاجه بتطلب عمليات جراحية أو مختلف محدق أنا ما بشوف أنه خطر محدق على الإطلاق من طولة حياتي في الطب وفي جراحة الأضام أنه النتيجة الكعب العالي أو لبس الكعب العالي كهو أدى إلى عمل جراحي أو شغلات لكن نحن بنشوف ناس ماشيين وبلابسين كعب واطي وبنلتوي القدم بدون كعب عالي وكذلك نسبتهم ما زادت النسبي ما كان في فرق كبير اللي بتلبس كعب عالي بالتورج إلى أكتر من إلا بشي بسيط فلا بقول من هو موسيقى موسيقى